موسيقى إلى فقر الضيف الآن مشاهدين حيث شهد المغرب خلال الأسبوع الماضي تساقطات مطرية بمختلف جهاته وقد كان للتساقطات الأخيرة ليومي 16 و 17 من الشهر الجاري الأثر الإيجابي على حالة المزرعات والمحاصيل الزراعية خاصة الحبوب الخريفية حول أهمية التساقطات المطرية في مختلف جهات المملكة وعن آفاقها الوعدة ينضم إلينا مباشرة الخبير الاقتصادي رشيد سيراشيد سبع الخير طبع النور أستاذي إذن شهدنا في الأوين الأخيرة تساقطات مطرية منتظمة هل نحن بصدد سنة فلاحية ناجحة برأيكم؟ أعتقد بأنه جميع المؤشرات ولن أكون جزيما بالنسبة للمركز الأوروبي كوبرنيكوس أو المركز الأمريكي كذلك للأرصاد الجوية أكد بأنه ستكون سنة إن شاء الله سنة خير ولكن هذه تبقى فعلا تبقى هي توقعات يعني أنه لا يمكن الجزم بها ولكن عموما إذا قارننا بين التساقطات في السنة الفاريطة في نفس المرحلة والسنة الحالية نجد بأن هناك تحسن والدليل على ذلك هو أنه نلاحظ بشكل جري بأنه مجموعة من المواد الفلاحية أنه ارتفع الإنتاج ديالها بواحد نسبة ديال 11% هذا ما يدل على أننا أمام واحد سنة ستكون منتوقع أنها تكون ولا نجزم بذلك لأنه كما تعلمون بأن هناك تأثيرات مناخية ربما الخبراء في المناخ يمكنوا أن يحللون الضائرة بشكل جيد لأنه كان عندنا واحد ضائرة التي تتخذ عليها المغرب وهي ضائرة لينينيا وهذه الضائرة تتمكن من أنه بجميع الدول ديالشمال الإفريقية أنه يكون عندها موسم استثنائي من ناحية تساقط الأمطار طيب سيد رشيد الآن ما هي أنواع الفلاحات المستفيدة من التساقطات المطرية الأخير هو مجموعة وجميع المنتوجات الفلاحية هي مستفيدة تنظروا على الحواميد تنظروا على البوكر تنظروا على الخضر التي نستهلكها يوميا يعني جميع كل هذه المنتوجات الفلاحية كلها ستستفيد وليس في حسب أنه لأنه بنتنأكد على واحدة مسألة مهمة ليس الجانب منتوجات الفلاحية هي من تستفيد أكثر بل حتى الفرشة المائية لأنه من نسوش أنه كانت عندنا تساقطات تلوش في الجبال في عالي الجبال إذن قائل المناطق التي هي محيطة بها سوف تستفيد تستفيد على السدود عندنا أنه سيتم أنه الحقيقة ديالها أنها تطافع بشكل كبير خصوصاً وأنه كان واحدة مجموعة ديال حقيقة السدود التي سجلت واحدة المعدلات في السنة الفريطة التي هي جد جد ضعيفة أنه تنظروا مثلاً على السد يوسب المتشفين في أقادير التي سجلوا واحد في المئة تنسجلوا أنه مجمل السدود في المغرب أن الحقيقة ديالها متتجاوز واحد خمسين في المئة التي وصلت ستعشرين في المئة إذن الآثار ليس فقط بالنسبة لمنتوجات الفلاحية ولكن هو الآثار كبير لا ننسوش واحدة المسألة التي نأكد عليها وهو الرتباط البسيكولوجي ديال المغاربة بالمطار يعني أنه لا يكتب اللي بغيت نقوله أنه من يتساقط الأمطار عنده واحد الوقع إيجابي على المغاربة جميعاً ليس على الوسط الفلاحي في حسب ولكن المغاربة جميعاً تلقوا بأنه العملية ديالتجارة تكون فيها واحد المرونة واحد السهولة فعش أنه تتم العملية التجارية الاقتصاد تنشوف أنه لدينا واحد الآفاق كبيرة لأنه القطاع الفلاحي لا ننسوش واحد المسألة وأنه حالياً يساهم بـ 11% من نتيج الداخل الخام وفي أفق استراتيجية الجيل الأخضر التي تتمتد بين 2020 و2030 فكانه واحد الاحتمال أنه نبدأ بمرحلة أولى أنه نصل في النتيج الداخلي الخام 20% إلى أن نصل سنة 2031 25% من النتيج الداخلي الخام طيب برأيك ألم يحن الوقت كي يتخلص القطاع الفلاحي بالمغرب من ارتهانه يعني بالتساقطات المطرية كيف يمكن أن يكون القطاع الفلاحي يعني يتخلص من كونه مرهوناً بالتساقطات المطرية وهو كان واحد بجموعة الإجراءات اللي بدينا فيها سابقاً يعني في إطار المخطط المغرب الأخضر الذي انطلق في 2008 بدأت عندنا عملية أو ما نسميها بالسقي وهذه العملية هذه بدأت بشكل معقلاً هذه المسألة الأولى المسألة الثانية اللي يخص نعمل عليها وأنه خاص تحلية مياه البحار وكان المسألة الثالثة وهذه نتأكد عليها شخص من المرة وأنه يجيب ترشيد نفقات دي المياه لأننا ننسوش باش نكونوا واقعين وهذا ليسا الدين بالمغرب ولكن المنظومة المناخية العالمية فرزت بأن المغرب هو في واحد المنطقة تنسموه احنا المنطقة البرتوقالية يعني أننا انتقلنا من المنطقة الخضراء إلى المنطقة البرتوقالية حتى النوعية دي المناخ دي المغرب أنه غتكون واحد تأتيارات مستقبلية على المناخ دي المغرب يعني أنه غنكون نتعرضوا لهذه السلسلة دي الجفاف إذن باش أننا نحاولوا أنه نجنبوا هذه العراق أننا نزيد ونقنوا في المسألة دي التقنية الجديدة من ناحية أنه هذه العملية دي السقي تحليل دي المياه البحر وكذلك ترشيد نفقاته يعني تكون عندنا واحد الحكامة في ترشيد نفقات المياه نعم الخبير الاقتصادي رشيد ساري شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات التي خصصناها اليوم لموضوع التساقطات المطرية والسنة الفلاحية الناجحة نتيجة هذه التساقطات المطرية شكرا جزيلا لك شكرا لك